الراجل مثلا بيتولي لما قالك عامل مشروع فن المشروع هو طلع لك لعيب مصري لعيب حتى واحد مصري قوي مطلع لك شحد من اشئين خالص عكسي حتى اللي نتكلم على الكيروش حتى وطريقة اللعب ومش عاجبانة والخطة اللي كان مشتغل بيا طلع لك محمد عب منام طلع لك على عمر كمال عبد الواحد طلع لك حسين فيصل هو ما كان موجود مهند لاشين هو مهند لاشين تتكلم على تاني احمد رفعت لما كان موجود مع المنتخب ما هو لطلع برضك ما عمل لك اربعة خمسة كده فيه ناس كملت وفيه ناس ما كملتش احنا بنكلم اللي انت لازم تعمل جيل كويس انت عندك بس التنظيم والجراءة اللي بنتكلم فيها بالعكسة فيتوريا ما كانش عنده عدالة في الاختيارات ما كانش عنده بلان هد اللعبة دي بعد كم سنة هتشغل ازاي او عنده الخبرات الموجودة مهما كلمتني المنتخبات غير الاندية الاندية ممكن تكسر ديني في الاندية بس المنتخبات افريقيا حالة خاصة لازم يكون هو كان عند قوي يقدر يديله الانطباع القوي الموجود لازم ما ينفعش انا جيب تشكيل الجاز المنتخب اجيب لحد يكون ليك قوة بقدر يشتغل في الحتة لي يشتغل بشكل كويس يديك الخبرات حد كارجليه موجودة انا كنت من الناس اللي انا كنت شايف ممكن انت محمد شاوي تحط في الحتة لي يشتغل بقوة شخصيته وكان موجود قبل كنا مش غريب في الحتة لي ممكن يدي باور بشكل جامد جدا وكان في الجاز فيتوريا كان موجود لازم تديله حد لازم يكون حد يكون قوي انت ما احترامنا الناس الموجودة بس انا بكلمك حد كان يعني عارف اللعيبة بشخصيات اللعيبة وبيقدر شخصية الناس يعني بتعمل اللح سيب انت فهم ازاي ما احترام لأي حد انا بلكلم بس عمتا لازم ما اجيب حد لازم يكون على الاقل لو جيت مدربين كبار مش يرضو هو مش يرضى بيهم او لو 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 يا يقولك مش عايز حد السن كبير شو قال كده أنا أنا مكدبش عليك يا أنا أنا سألت على أنا سويتكلم على أي مخالص يا أنا أيمن ده لا أكس لمعايزنا نحول لك كابتن أيمن له كل اللي أحبار طبعا أنا بحبار بس أنا لما سألت الكابتن أيمن كان دوره كبير في الجهاز ولا أترد عليك كده والله قال فيتوريا ما كانش بقديره دور كبير في الجهاز المعاون طب ما ده غلط والراجل كان هو واضح لا ما برضه من ناحية تقنية فيتوريا قال لهم أنا مش بحتاج حد مصري معي في الجهاز الفني فخلاص إحنا لا أحنحط لك حد فالحد ده في الآخر طبعا أنا أنا بدافع كده على الكابتن أيمن إنه لا يملك أيوة أنا عارف طبعا هو هو كانش يليه اختصاصات اللي هو ما بقول بس ده جال نجي نتكلم من مدير فني الناجح لازم أنا نهدي الجروب المعاين هو ليه مثلا بتكلم على مورونيو أو هيرفي معه 12 واحد في الجهاز سكاوتينج والناس اللي بتشغل طبعا الناس كنا بتشغل كده علم الوقت فأنا ما احترامي الفيتوريا حتى لو هو كان عامل كده دي مشكلته هو هو كان لازم على العقل هو إمتى بيروح أفريقيا من إمتى بيروح أفريقيا أول مرة يروح أفريقيا أول مرة تجربة مع المنتخب لازم يسمع لازم يشتغل نشوف الناس هتشتغل إزاي أجواء هناك الرطوبة ودرجة الحرارة واللعيبة والأجواء الأفريقية والأكل والتغذية الدنيا مختلفة فلازم كان حد زي ما قطي لك لازم يكون الفرد بشكل قوي لازم يكون عندك مدير منتخب قوي فأنا اتفق معاك إنه كان خطأ كبير جدا من كابت المحمد شاومي يبقاش موجود في الجهاز ده شون هو كان موجود في اللي قبله فكان يكمل دس نحن 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 نتكلم حد رجليه بلرغط الكورة كده رجليه في الماضي أنا عارف وخلاص لعيبة حتى ما حد يجي لما يحصل مشكلة أنا أقدر ألمي النقطة الثالثة كمان ما بيحصل مشكلة كتير في المنتخبات بس كانش حد يعرف ليه عشان كان عندك حد قوي في مدير المنتخبات تتلمي في ساعتها فقط اللبس بغض النظر لما إحنا روحنا هناك لقينا في تسمع حاجات حتى ما بقيل عن الكورة يا جماعة إحنا عايزين نركز في الكورة إحنا جايين نلعب كورة إنت عندك أن الأول مرة في حياتنا منتخب بيكون عنده الدعم من أول رئيس الجمهورية ست في خامة رئيس عفتاح السيسي لحد دي الناس رئيس الاتحاد الناس بيجي لهم في التمارين وعمرها ما حصلت طب تتكلم إنو كنا ناخد بطولة زمان كانتو بعد ما ناخد البطولة نرجع إنت فههم إزاي نرجع الاستقبال الرسمي إنت فههم إزاي فكان عندهم كل الدوافع كانت أسهل بطولة أنا كنت شاف أسهل بطولة موجودة في اللفاتي لسوق الحظ ولسوق كمان التخطيط بشكل جائل أنا عجبني الجملة إنت قلتها إنو الحكاية مش حكاية مدرب بس هي حكاية منظومة بشكل عام لازم تتصلح